السلام عليكم يا اصدقاء. دائما وابدا على قناتك من جيمز بارك مرحبين بكم في فيديو جديد. اتمنى ان تكونوا بافضل احوال. وفي هذا الفيديو الخاص كل يوم اصدقاء ان شاء الله سوف نتعرف على خطة جديدة حسب ما طلبتم. والخطة الجديدة يا اصدقاء سوف تكون مذهلة ورائعة وسوف تعجبكم ان شاء الله. انا متاكد ان هذه الخطة ينتظرها لعديد من الاشخاص. لانها خطة هجومية بديلة لخطة اربعة اثنان اربعة. يعني خطة اربعة اثنان اربعة التي تم حتفها ولم تعد حتى الان. يعني لا يوجد اي اخبار عن هذه الخطة يا اصدقاء حتى يعني لا يكتب عليكم اي شخص ويقول لكم انها موجودة واي شيء. خطة اربعة اثنان اربعة غير موجودة حتى الان في اي فوتبول يعني لا داعي لان تبحث وتتبع يعني تجعبوا كل شيء. لان هذه الخطة غير موجودة لكن في خطة اليوم سوف نتحدث عن خطة بديلة ومفيدة وهي مثل خطة اربعة اثنان اربعة تماما. وهذه الخطة سوف تكون يعني هجومية ودفاعية في نفس الوقت وكذلك وسط ميدان وسوف تكون مناسبة لجميع اساليب اللاعب اذلك يا اصدقاء لا تنسوا لايك اشترك في قناة وتبعيز ارقى الجرس ولا ترك تعليق محفزين والان اصدقاء لنبدأ هذا الفيديو ونتعرف على الخطة. وكالعادي اصدقاء نقوم هنا بالضغط على اكترا ثم user information dream team ثم نقوم بالضغط على يعني اخر الفارق واني سترحناه وفارق اسطن اير بي من الدور انجليزي قوم بش صلح الخطة شيء يا اصدقاء. لكن اليوم سوف نتعرف على خطة شديدة ونقوم هنا بالضغط على اوروبا ثم نقوم بالنزول الى اخر شيء موجود هنا او اخرى ا يعني حسب اللغة الخاصة باللعباء عندك المهم اخر شيء موجود هنا هو ادرز نقوم بالضغط عليها ثم نقوم بالنزول ثم نقوم بالضغط على فارق ولفسبورغ هذا الفارق الالماني اصدقاء نقوم باختياري ثم نضغط على دون ثم باك مرة اخرى سوف نقوم الان بشرح يعني اه مميزات هذه الخطة وطريقة اللاعباء والاسليب المناسبة لها لذلك تتابعوا معي جيدا اصغر حتى تفهموا كل شيء في هذه الخطة نقوم الان بالدخول الى الخطة نقوم بالضغط على المدرب ثم ديفولت وتدر معنا خطة اربعة اثنان 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 هذه اصدقاء من بين افضل الخطة الموجودة في اللعباء حتى الان وهي افضل بديل لخطة اربعة اثنان اربعة نقوم بالتعديل الان على الخطة ونقوم باضافة اللاعبين المناسبين لان كما شاهدتم الاصدقاء هذا يعني الخطة اصبحت هكذا معنا الان العب باربعة مدافعين واثنان لاعبين نقوم بالتعديل فقط هنا على بعض اللاعبين كذلك هنا قوم بالتغيير حتى نترك الخطة هكذا تبدو جيدة المهم اصدقاء خطة اربعة اثنان 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 يعني الفرق الوحيد فقط هو ان الفرق بين خطة اربعة اثنان 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 بل يلعبك جناح ايصر يعني فقط الاختلاف الوحيد هو ان هذين اللاعبين يكونان اجنحة وليس وسط ميدان هجوم لكن في وسط الميدان الهجوم او في خطة اربعة اثنان اثنان سوف تكون مفيدة لك اذا كنت تلحب هجمات مرتدة وكذلك استحواذ كما ان وسط الميدان سوف يكون ممتلئ وليس يعني فارغ مثل خطة اربعة اثنان اربعة حيث هنا في خطة اربعة اثنان اربعة يكون لديك فقط يعني اللاعبين فقط في وسط الميدان مما سوف يشكل خطورة كبيرة يعني الخصم سوف يكون خطير جدا على المرمى الخاص بك رغم انه يكون لديك انت هجوم قوي لكن ستتلقى العديد من الاهداف لنظرا لضعف خط الوسط عندك لذلك خطة اربعة اثنان 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 هي خطة جيدة لانها هجومية ودفعية لانها تلعب باربعة مدافعين يعني اربعة لعبين في وسط الميدان واربعة مدافعين كذلك وتلعب يعني باثنان ارتكاز هنا مثلا ويمكنك تحويلهم الى CMF اذا كنت مثلا متأخر في نتيجة وتريد يعني كسب لعبين في الولي تقوم بتغييرهم مثلا الى CMF يعني حسبها اختيارك لكن سوف اتركهم DMF يعني في حالة التعادل وتلعب يعني بستش مدافعين لان هذين ارتكاز احتسبان مدافعين كذلك هذين IMF يقومون بأدوار دفاعي وقومون بأدوار هجومية في نفس الوقت يعني تلعب باربعة مهاجمين وستة مدافعين في الحالة الدفاعية يعني حتى هذين DMF قد يتحولا الى مهاجمين في الحالة الهجومية يعني تلعب بستة مهاجمين في الحالة الهجومية وستة مدافعين في الحالة الدفاعية او تمانية مدافعين في الحالة الدفاعية لان حتى هذين يعني IMF يساندان الدفاع في الحالة الدفاعية ويمكنك ايضا يعني الاعتماد على اللاعبين سريعين مثل امبابي وهالاند يعني كما انا لديه هنا وهنا لك العديد من اللاعبين السريعين الذين قمنا بشرحهم واو يمكنكم يعني شراءهم. لذلك هذه الخطة سوف تكون مفيدة لك في جميع السليب اللاعب. مثل الاستحوال. لديك خط وسط ممتلئ مما سوف يكون لديك يعني خطوط متقاربة ويمكنك تدوير الكرة وسط الميدان او على الاطراف وكل شيء سوف يكون جيد. كذلك هاجمات مرشدة سوف تحتاج الى لاعبين سريعين. وكذلك هذين سوف يكونان متمركزان يعني في الهجوم عندما تكون تبتريك الكرة وتقوم بهجمة مرتدة سريعة عن طريق مبابي وهالاند هنا. يعني هناك كذلك هجمات مرتدة سريعة وكرة طويلة في الهجمات يعني قد لا يكون جيد معك بشكل كبير منظر اللي عدم وجود اجنح يعني تلعب في وسط الميدان للكرة في هذه الخطة تلعب في وسط الميدان وليس يعني على الاطراف يعني انتم منها تكون قد تفهمتم الفكرة في هذه الخطة اصدقاء والان سوف ننتقل ونرى هذه الخطة داخل ارضية الميدان او ارضية الملعب حتى نتعرف على طريق التمركز اللاعبين وكل شيء يا اصدقاء. وكاشارة بسيطة فقط يا اصدقاء فيجب تنوي ان فارق هولسبورغ الذي اطقم رائع بصراحة هذا التقم الاخضر والتقم الاسود يعني من افضل الالوان التي يعني رأيتم في العربة حتى الان يعني اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا وفي المرة قاعدة مساءة لعب بالطقم الأسود يعني أطقم جيدة حتى إذا لعبت بها هذه الخطة لن تجد أي مشكل مع الأطقم الخاصة بهذا الفارغ إلا أنها أطقم جيدة أصدقاء يعني أردت فقط أن أشير إلى هذه النقطة والآن نتابع ونبدأ المباراة ودائما ومع بداية المباراة أصدقاء كما ترون يعني وسط رهيب يتواجد في الكثير من اللاعبين يعني تجد أن لديك اللاعبين في خط الوسط يهاجمون يعني منذ بداية المباراة يشكلون ضغط كبير هذا وهو المميز في هذه الخطة يعني تجد أن لديك لاعبين يعني العديد من اللاعبين في خط الوسط مما يتيح لك يعني أن تختار أنت يعني أي لاعب يمكنك التبرير إليه أي لاعب سوف يسدد يعني أن تتقدم بالكرة بنفس اللاعب يعني تكون لديك خيارات كثيرة مطروحة على أرضية الملعب يعني لا تجد أن لديك لاعب واحد أو لاعبين فقط ولا تعلم يعني ماذا استفعل بالكرة ثم تقوم بإضاءة يعني العديد من الفرص يعني كما تشاهدون لديك خمسة أو ست لاعبين يعني وأنت تختار يعني لديك العديد من الخيارات يعني أي لاعب تريد التبرير إليه كذلك الدفاع محترم كما تشاهد هنا يعني يمكنك الاعتماد على الهجوم والدفاع وخط الوسط هذا هو المميز في هذه الخطة هو أنها خطة متكاملة يعني فور إضاءة الكرة يقوم اللاعبين باسترجاعها مباشرة وبناء هجم يعني ليس استرجاع الكرة فقط ويبقونوا واقفين لكن يقومون باسترجاع الكرة بسرعة ويقومون بتشكيل خطرة وتسجيل العديد من الأهدف يعني وهذا هو الأهدف من المباراة يعني عن طريق قطع الكرة وبناء هجم سريع عن طريق ميسي يعني ميسي الذي يلاقي كآيم إف يتحول إلى مدافع كذلك برناردو سلفا للعب كآيم إف هنا هو من قطع الكرة يعني برناردو سلفا في العديد من الأحيان سوف ترى أنه يتحول من آيم إف إلى ظاهير يعني يتحول من لاعب وسط ميدان هجومي إلى ظاهير وترى أنه يتحول من ظاهير يقوم بأن نزره مساندة الدفاع ويتحول كذلك إلى قلب الدفاع يعني وهذا الشيء انطبق على ميسي كذلك واترنت أليكساندر أرناود يعني تصبح تلعب بأكثر من ستة أو سبع مدافعين في نفس الوقت يعني بجانب يعني كيسي وكيميتش الموجودين في مركز الارتكاز يعني تخيل كم المدافعين الذين سوف يكونوا في فارقك كذلك في الحال الهجومي سوف يكون لديك وسط ميدان متميز كما في هذه الفرصة كما تشاهد يعني في الوجوم حتى يعني الأظهر يساندون مشان إذا ساعد كانسيل سوف ترى أن بيرناردو سيلفا يقوم بالتقضية يعني في المساحات التي يتركها بيرناردو سيلفا يعني يتركها عفون يتركها آآ جو كانسيل وخلفه وكذلك ميسي يساند يعني المساحات التي يتركها ترنت أليكساندر أرناود خلفه عند الصعود وكذلك يقوم بالأدوار الهجومية ميسي يقوم بأدوار الهجومية على أكمل وجه وهنا كيميش ليديالهبكا دائم ايف يقود هجمة خطيرة لكن للأسف تأخرت في تقريبا بالتانية واحدة وذهب آآ كيميش إلى التسلل يعني هذه الخطة أصدقاء تساعدك على بناء العديد من الهجمات وهناك تنوع يعني رهيب في اللاعب جميع اللاعبين يسجلون يسددون يقومون بكل الأدوار الهجومية هنا مثلا يعني إما نسجل هذا الهدف برناردو سيلفا برناردو سيلفا شاهدنا قبل قليل يلعب كظاهير يساند الدفاع وليس الهجوم يعني انظر إلى برناردو سيلفا أين كان متوجد ها هو الآن بالأسفل وهو الآن يصبح يقود هجمة للفارق يعني هذا هو الشيء المميز في هذه الخطة وهنا تمريره يعني ميسي لا يوجد أي شخص أو أي مدافع يعني يقوم بمراقبته تجد أن لديك لاعب حر دائما سواء عن يكون آآ برناردو سيلفا أو أنه قد يكون ميسي أو مباطي أو هالند يعني هؤلاء أربعة مهاجمين دائما ما سوف تجد أن أحد منهم دائما يكون فارغ وليس عليه أي رقبة ويمكنك التمرير إليه والتسجيل والتسديد يعني هنا كذلك كيميتش يقود هجمة لكن التسديد لم تمر وتنزل إلى برناردو سيلفا يعني تجد أن برناردو سيلفا عندما قام بأخذ الكرة تحول مباشرة يعني انظروا هنا كيف حصل على الكرة ثم مباشرة في انفراض مع الحالس الخاص بالخصم دون أن يسقط في فقه التسلول يسجل وهو الآن يلعب كظاهر هذا هو المميز في هذه الخطة يعني برناردو سيلفا قبل قليل سجل كان مهاجم لكن الآن هو مدافع هو الآن يلعب كظاهر وليس مهاجم يعني هذا شيء مميز في هذه الخطة اللاعبين يساندون الدفاع في الحالة الدفاع عندما تحتاج إلى مدافعين يقومون بأضوار لا متيلة لها بصراحة يعني تجد اي مشاكل دفاعية في هذه الخطة ولن تجد كذلك اي مشاكل هجومية وفي وسط الميدان كذلك لن تجد اي مشاكل يعني خطة يمكننا القول انها خطة متكاملة كل ما تحتاج اليه هو لاعب سريعين حتى يساندان يعني الدفاع ولا يكون لديك فراغات دفاعية رغم انك تلعب باربعات مدافعين لكن لا بأس ان تكون لديك لعبين سريعين يعني وتحصل على العديد من آآ اللاعبين في الدفاع يعني تجد انه لاعب يساند الدفاع ويساند الهجوم في نفس الوقت هو شيء مميز لذلك انصحكم بالحصول على لاعبين في مركز الاي ما يكونون لاعبين سريعين يعني حتى آآ يساندان الدفاع والهجوم وكذلك تحصل على لاعب دا ام اف قوي مثل كيمش الذي يساند الدفاع والهجوم وهذه هي نهاية المباراة يعني فوزنا ب آآ واحدة اصدقاء وهذه يعني احسائية المباراة سددنا العديد من التسديدات بصراحة لعبنا تمريرات اما نجوم المباراة فكما ذكرنا المهاجمين هم نجوم المباراة اثنان يعني رأس عربة رؤوس عربة صريحين واثنان هم برناردو سيلفا وميسي يعني كما تشاهدون هنا ميسي آآ هالاند كيليان بابي وبرنادو سيلفا هم اربعة لعبين هجوء يعني